بعد مسيرة دامت عشرين سنة أعلن بطل العالم السابق الفنلندي كيمي رايكونون نيته الاعتزال من سباقات الفورميلوان مع نهاية الموسم وكسب صاحب الواحد والاربعين سنة نقطتين فقط هذا الموسم مع فريق ألفاروميو المتعثر ويعود اللقب العالمي الوحيد لرايكونون إلى عام 2007 عندما كان يقود سيارة فراري متفوقاً أنذاك على سائقي ميرسيدس الإسباني فرناندو ألونسو والبريطاني لويس هاملتون بفارق نقطة يتيمة وقال رايكونون في بيان نشره عبر حسابه في الإنستغرام إنها النهاية هذا الموسم سيكون الأخير لي في الفورميلوان ويحمل رايكونون الرقم القياسي بعدد المشاركات في سباقات الفورميلوان ب344 سباقاً كما فاز بواحد وعشرين منها بالإضافة لانطلاقه من المركز الأول ثماني عشرة مرة وصعوده مئة وثلاث مرات على منصة التتويج وأخذ البطل الفنلندي موسمه الأول في عالم الفورميلوان مع فريق ساومبر عام 2001 قبل أن يحقق نجاحات كبيرة مع مكلارين لمدة خمس سنوات ففاز بتسعة سباقات سبعة منها جاءت عام 2005 عندما احتل المركز الثاني في ترتيب السائقين العالميين خلف ألونسو